بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم للصف الخامس الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم سنتلو نحن وإياكم آيات من سورة استجدة من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة إن شاء الله تعالى هذه السورة سورة السجدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل صلاة فجر يوم الجمعة ويقرأها كاملتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كان يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الإنسان في الركعة الأولى سورة السجدة وركعة الثانية سورة الإنسان في كل صلاة فجر يوم الجمعة من كل أسبوع صلى الله عليه وسلم هذه الآية الآيات سوف نتلوها نحن وإياكم وهذه السورة من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة إن شاء الله وتعالى فما أهداف دلسنا في هذا اليوم؟ أولا طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة القرآن الكريم ثانيا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ثالثا تطبيق أحكام التجويد وأيضا التلاوة بتدبر وخشوع آداب تلاوة القرآن الكريم للقرآن الكريم آداب عند التلاوة وقبل التلاوة فما هي هذه الآداب؟ الطهارة وذلك بالوضوء قبل تلاوة القرآن الكريم أيضا الإخلاص لله تعالى فنحن نقرأ لوجه الله طلبا لثوابه ورضاه سبحانه وتعالى وأيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن أيضا من الآداب أثناء تلاوة القرآن تحسين الصوت بالقرآن قدر الإمكان دون مبالغة أو زيادة في الحركات أو في أحكام التجويد أيضا البسملة في أوائل السور من آداب تلاوة القرآن الكريم والقراءة بتدبر أيضا وكذلك التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله تعالى إذا مررنا بها نسبح الله سبحانه وتعالى ومن الآيات ومن الآداب أيضا بارك الله فيكم سؤال الله من فضله عند آيات الوعد يعني الآيات التي فيها وعد برحمة وجنة إذا مررنا بها فإننا نسأل الله تعالى من فضله وأيضا الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد يعني الآيات التي فيها وعيد بعذاب أو بعقاب فإننا إذا قرأناها نستعيد بالله تعالى من عذابه ومن عقابه هذه السورة سورة السجدة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر من يوم الجمعة أولا بارك الله فيكم أبين لكم هذه الآيات وهذه الكلمات ننتبه أولا بارك الله فيكم إلى المدود في أول السورة لاحظوا هنا الحروف المقطعة تسمى الحروف المقطعة في أول السور بعض الأحرف هذه نجد عليها علامة المد وبعضها لا يوجد فإذا وجدنا علامة المد على أحد هذه الأحرف فإننا نمد هذا الحرف نمده ست حركات أما الحرف الذي ليس عليه علامة مد فإنه يمد بالمقدار حركتين إلا حرفا واحدا لا يمد أبدا ما هو هذا الحرف الذي لا يمد في هذه الأحرف المقطعة هو حرف الألف حرف الألف لا يمد فإني أقرأه ألف بدون يمد لكن حرف اللام أقول لام وحرف الميم أقول ميم إذن هذه الأحرف المقطعة بهذه الصورة نمد الحرف الذي عليه علامة المد ست حركات طيب الآن بارك الله فيكم سوف أقرأ لكم الآيات وأنتم استمعونها سأقرأ الآيات كاملة أولا وأنتم تستمعون للآيات وتركزون على الكلمات وتركزون أيضا على الأحكام التجويدية التي سأطبقها هذا أولا ثانيا بارك الله فيكم ينبغي منكم أيضا الانتباه إلى الحركات في الكلمات في بعض الكلمات خاصة بعض الكلمات التي نحتاج إلى الانتباه لها فركزوا بارك الله فيكم على هذه الحركات حتى نقرأ قراءة صحيحة استمعوا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بارك الله فيكم أحسنتم على استماعكم الآن سنعود إلى الآيات أولا سنبين ما في الآيات من كلمات نحتاج إلى بيانها كذلك ننبه على بعض الحكام التجويدية فانتبهوا معنا ثم نقرأ نحن وإياكم سويا بهذه الآيات كما بينا لكم أولا المد هنا يكون بمقدار ست حركات ست حركات والحركات هي حركات الإصبع كما بينا هي حركات الإصبع ست حركات يعني تكون بمقدار أكثر من المد الموجود في مثل هذه الكلمات لاحظوا هنا مد أتى بعده همزة هنا يمد أربع حركات المد في وسط المصحاف إذا كأي مد بعده همزة حرف مد بعده همزة يمد أربع حركات هنا يمد في أوائل السور يمد بمقدار ست حركات أطول من المد في الآيات التي فيها حرف مد وبعده همزة طيب أيضا بعض الكلمات مثل هذه الكلمة أم يقولون افتراه ولاحظوا الألف الصغيرة هذه هذه ألف تنطق ألف مثل الألف العادية أم يقولون افتراه هكذا نمد هذه الألف أيضا بارك الله فيكم هذه الكلمة لاحظوا الحركات لتنذر لتنذر قوما ما أتاهم لاحظوا أيضا هذه الكلمة نجد فيها ألف صغيرة نفس الشيء هذه ألف الصغيرة نمدها بمقدار حركتين يعني مد طبيعي مثل مد العادي مثل مد الألف العادية نقول أتاهم أتاهم هكذا نقرأ هذه الكلمة هذه الكلمات سهلة جدا ليس فيها كلمات صعبة ننتبه أيضا بارك الله فيكم للأحكام التجودية خاصة الميم المشددة إذا أتانا أي ميم عليها شدة نأتي بغنى فيها قوما ما أتاهم أيضا هذه الكلمة ثم استوى ننتبه إلى الميم المشددة كذلك ننتبه إلى النون المشددة مثل هذه النون إذا أتا أي نون عليها شدة نأتي بغنى فيها من نذير لاحظوا هنا عندنا نون وهنا عندنا ميم ننتبه لها من نذير من قبلك هكذا نقرأ هذه الكلمات بارك الله فيكم إذن الآن دوركم في القراءة أنتم تقرأوا معي الآن أريد منهم قراءة أريد تركيز أريد نظر وأيضا أريد صوت لابد أن نقرأ بصوت حتى نطبق القراءة الصحيحة حتى تخرج الحروف ونتدرب على التلاوة والترتيل فأحرصوا اقرأوا الآن معي بصوتكم بارك الله فيكم نبدأ سويا أولا استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم اقرأوا الاستعادة أحسنتم إذن نبدأ من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ أَلِفْ لَا مِّيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِلَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمَا لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الآن هذه الآيات التالية أيضا سننبه على ما فيها من بعض الكلمات التي نحتاج إلى بيانها نبدأ بهذه الكلمة اقرأوا الكلمة انظروا إلى هذه الكلمة وانظروا إلى الحركات التي على الأحرف أحسنتم يعرجوا 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 طيب هذه الكلمة انظروا إليها وقرأوها بالحركات من الحرف الأول ننتبه ثم الذي بعده والذي بعده مِقَدَارُهُ مِقَدَارُهُ أيضا لاحظوا الواو الصغيرة هذه الواو الصغيرة ستتكرر معنا في القرآن الكريم هذه نقرأها في حال الوصل وإذا كان عليها مد مثل هذه الواو فإننا نمد أيضا مثل مد في كلمة السماء نفس المد نقول هنا من السماء وهذه نقول مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةَ نفس المد نفس المقدار إذا ننتبه إلى المدود التي بعدها همزة دائما أي مد وبعده همزة نمده أربع حركات أي مد في القرآن بعده همزة نمده أربع حركات ننتبه أي مد في القرآن بعده همزة نمده أربع حركات سنطبق الآن سويا هذه الكلمات سهلة جدا لاحظوا هذه الكلمة إقرأوها انظروا إليها أولا ركزوا على الحركات نس له أحسنتم نس له طبعا هذه الواو مثل ما قلت لكم في الحال الوصل لما نقف نقول نس له فقط لكن في حال الوصل نأتي بالواو نس له من لاحظوا هنا ما عليها علامة المد إذا أقرأها واو طبيعية نس له من طيب كلمة سلالة سلالة لاحظوا الألف الصغيرة هذه أقرأها مثل الألف العادية سلالة لما أصل أقول سلالة مماء مهين لاحظوا الميمات المشددة ميم وهذه أيضا ميم أخرى وهذه أيضا ميم ثالثة هذه الميمات التي عليها شدات نأتي بالغنات فيها إذن أقول سلالة مماء مهين مع المد إذن نأتي بهذه الأحكام سنطبق هذه الأحكام نحن إياكم لاحظوا الكلمة إلى ألفات الصغيرة كما قلت لكم تتكرر معنى ذلك عالم والشهادة لاحظوا الألفات الصغيرة لاحظوا الألفات الصغيرة هذه ستتكرر معنى ونقرها مثل الألف العادية مثل الواو أيضا الصغيرة مثل أيضا ستأتينا يا ونبينها إن شاء الله تعالى إذن الآن نقرأ سويا نحن وإياكم ننتبه إلى المدود دائما ننتبه نأتي بالمدود فيها أربع حركات سنأتي بها كذلك الميمة المشددة أو النون المشددة إذن الميمة المشددة نأتي بغنى فيها ثم المد نأتي بالمد ونطبق سويا نبدأ سويا بارك الله فيكم ركزوا معي إقرأوا معي سنبدأ سويا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بارك الله فيكم ونفع بكم نكمل الآيات يقرأوا معي بارك الله فيكم الآيات ثم سواه ونفخ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ما شاء الله بارك الله فيكم وأحسنتم الآن استعالوا إلى هذه الكلمات وهذه الآيات حتى ننبه نطق بعض الكلمات هذه الكلمة لاحظوا فيها ألف صغيرة أقرأها سواه ونفخ سواه لاحظوا الألف الصغيرة بعد الواو آتي بها سواه هذا المد الذي هو مد الألف بعد الواو سواه ونفخ فيه طيب أيضا بارك الله فيكم ننتبه إلى هذه الكلمة لاحظوا أن هذه الكلمة ضللنا نبين اللام الأولى واللام الثانية ضللنا لاحظوا ضللنا طيب أيضا عندنا هذه الكلمة أئنا نبين الهمزتين المتواليتين نأتي بالهمزة الأولى والهمزة الثانية أئنا أئنا هكذا طيب أيضا بارك الله فيكم هذه الكلمة كلمة بلقاء لاحظوا الكسرتين في الباء وفي اللام نأتي بالحركات كاملة بلقاء ربهم بل هم بلقاء ربهم أيضا هذه الكلمة يتوفاكم نأتي بالألف الصغيرة يتوفاكم يتوفاكم أيضا هذه الكلمة كيف أقرأ هذه الكلمة؟ وُكِلَ نأتي بالواو والضم في الواو وُكِلَ بِكُم أَلَّذِي وُكِلَ أَلَّذِي وُكِلَ بِضَمِّ الْوَاو عند النطق بها حتى تبين أيضا كلمة أقرأوا لي هذه الكلمة أتا عليها ضمة كيف أقرأها؟ أحسنتم تُرْجَعُون نقرأها تُرْجَعُون هكذا تُرْجَعُون لاحظوا هذه اللياء الصغيرة هذه قلنا لكم مثل الواو الصغيرة هذه اللياء نقرأها في حال الوصل يعني مثلا لما نقول لما نبدأ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَاكُمْ لاحظوا مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لما نقف نقول مِنْ رُوْحِهِ فَقَطْ لما نصل نأتي بالياء بارك الله فيكم إذن ننتبه إلى هذه الكلمات بارك الله فيكم إذن هنا وصلنا إلى ختام درسنا إقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إقرأوا القرآن راجعوا الآيات إقرأوها مرة أخرى بالتجويد واستمعوا لها أيضاً استمعوا لقراء الكبار المتقنين المجودين لهذه الآيات حتى تنطلقوا في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد والترتيل وأستودعكم الله إلى درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر